سهل فرد عمليني. نهاردة هنتكلم عن اه موضوع شيء جدا. والموضوع ده في نفس الوقت. مهم جدا ومؤرد جدا لبعض الدول. اه وهي مشكلة اه موجودة اه ومحدش يقدر ينكرها. في بعض الدول في حاجة اسمها عصابات الاجرام من المنظم او ما يطلق عليها المافيا. طيب اه طبعا مبدئيا هو هو فيه جريمة واجرام منظم اه يعني فيه هو المجرمين هو المجرم الفردي اللي هو بيروح يرتكب جريمة اه لقرض معين عنده زي ما احنا شرحنا قبل كده. عصابات الاجرام المنظم دي مختلفة تماما 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 عن الاجرام الفردي. العصابات الجريمة المنظمة او المافيا دول جماعات اجرامية هو في اه اتجاهين اتجاه واسع الاتجاه دي لتعريف الاجرام المنظم. طيب اه الاتجاه الواسع هو اتفاق مجموعة من المجرمين. مش اي مجرمين لا هما دول اه معتدي الاجرام او محترفين الاجرام. ان هما بيشجلوا ما بين ما بينهم عصابة او مجموعة بيبقى فيها تسلسل هرمي تسلسل هرمي. يعني فيه ترتيب زي الجيش والرتب وغيره من هذه الامور. ان فيه تسلسل هرمي. يعني فيه اشخاص عليهم سلطة على اشخاص يعلهم منهم. ارتكاب اعمال غير قانونية او منافية للقانون في البلد اللي هما فيها. طيب. والاتجاه الضيق ان هما المجموعات دي بتعمل اه جرائم ما يقدرش الشخص الفردي ان هو يرتكبها. زي ايه? طيب. العمل هي متعلقة بتجارة السلاح والعضايا البشرية وجرائم الالكترونية. وبعد جرائم غسيلة الاموال كل الاجرام دي او النوعية دي من الجرائم. المجرم الفردي صعب عليه جدا ان هو يرتكبها لوحده. لازم بيحتاج مجموعة معاه من الاشخاص. بيبقى كل واحد فيهم دور في ارتكاب الجريمة. وده اللي بيميز او احدى سمات الجريمة المنظمة للاجرام الفردي. الجريمة المنظمة زي ما قلنا احنا فيه تسلسل هرمي موجود. كل التسلسل الهرم دي لما بيجي بيتفق على عملية عملية. يعني مش بيرتكبوا جريمة كده. لا بيبقى في اه خطة موضوعة بيبقى فيه هدف محطوط. هدفهم حاجة معينة مثلا تحقيق شيء معين. اه اخذ شيء معين. اه تحقيق ارباح معينة. سرقة اشياء معينة. اه تجارة غير مشروع بشكل كبير. يعني بتبقى حاجات بكميات كبيرة. اه دي اللي هي العصابات الاجرام المنظمة. وكل واحد فيهم. في هذه العملية لي دور. كل واحد فيهم لي دور. عشان كده البوليس ما بيجي يبتدي ان هو اه يحل او او يمسك اه طرف الخط. بيبتدي ان هو لو عرف اه 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 افراد العصابة الاجرامية يبتدي ان هو ياخد منه معلومات. بيبتدي الموضوع يتسهل اكتر واكتر على الهيئات التنفيذية او زي البوليس او الشرطة ان هما يعرفوا اه باقي الجريمة او باقي سير الجريمة. طيب هل الموضوع بالسهولة دي? لا. لا الموضوع ده مش بالسهولة دي. في عصابات اجرامية. اه زي ما بتقول كده اللي هو مش عصابات اجرامية اللي هو صعبة. لا في عصابات اجرامية عادية جدا اللي هو ممكن اي اه هيئة تنفيذية اه اه زي الشرطة ان هي تقدر نهاية تتعامل معاها. بس في عصابات اجرامية العقلية بتاعتها والاسليب بتاعتهم في اتكاب الجريمة? واسليب الانضمام الاعضاء بتاع الموفيا واسليب آآ والقوانين اللي هم قوانين. العصابات الاجرامية لهم قوانين. قوانين. يعني دي حاجة لهم متاعتهم هما. بس بطاعتها داخل الاصابة. فهو اصلا مش اه ما عندهش القوانين بتاعت الدولة لا هو عنده قوانين بتاعت العصابة اجرامية اللي هو منضمي له. فهو في داخل العصابة. احدى مسلا لو هنتكلم عن المافيا الايطالية. المافيا الايطالية بالمناسبة هي اقوى 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 عصابات المافيا الموجودة على مستوى العالم. وليها انتشار كبير بالزات في جزيرة ساقلية في امريكا. انا يسم في ايطاليا. جزيرة ساقلية في ايطاليا. وهي من اكبر واقدم. واقدم العصابات الاجرامية الموجودة على مستوى العالم. طيب. اه في قانون ليحكم معظم العصابات الاجرامية او المافيا اللي موجودة على مستوى العالم. اللي هو ايه? اللي هو لما يحصل مشكلة او اللي هو عموما اي عضو بينطم اه في مبدأ لا ارى لا اسمع لا اتكلم. ده ارى لا اسمع لا اتكلم. يعني اين مبدأ ده? يعني الحاجة اللي بيشوفها داخل عصابة هو ما بيشوفهاش او لما حد يقوله انت شفت حاجة لا انا ما شفتش. اه اللي هو انا لا ارى. انا لا اسمع. لما يجي يحصل حاجة لا انا ما اسمعتش حاجة. يعني انا ما معرفش حاجة. لا اتكلم. ما بيتكلمش عن اي شيء كأنه اخرص. فهو كأنه اه يعني اخرص واعمى. لما يجي لأي حاجة اللي علاقة بالعصابة الاجرامية اللي هو منضم ليه. فبالتالي اه العصابات الاجرامية مختلفة اختلاف تام. يعني ده دول ليهم حياة خاصة 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 جدا بيه. طيب. لو هنتكلم مسلا عن عصابات زي اليكوزا. الانضمام للمافيا نفسها في بعض العصابات. اه زي عصابات جنوب امريكا. العصابات المافيا اللي في جنوب امريكا مسلا. او اليكوزا اليابانية. يعني مسلا اليكوزا اليابانية لازم بيطعوله صباح. دي احدى الحاجات اللي هي موجودة فيه في المافيا عمولة. والعصابات في بعض العصابات لازم يتحط معظم العصابات. هو بيتحط وشون على الجسم اللي هي علاقة بالعصابات. في بعض العصابات المافيا لازم عشان تخش اصلا او تنضم المافيا تكون قديت مدة معينة من حياتك في السجن. اه وبعض العصابات عشان تقدر انك تنضم للعصابة او المافيا. لازم ان انت تكون ارتكابت جرائم اه بعدد معين او بشكل معين. فبالتالي العصابات دي احنا بنا كان طبعا عصابات كبيرة مش مسلا خمسة ستة في الشارع اكونوا عصابة اه بحاجة بسيطة يعني مسلا سلحة بيضة ولا حاجة لا لا. الناس دي يعني لا دي عصابات فعلا اه ليهم اه ايادة طويلة جدا واضرع طويلة جدا ويقدروا ان هما يرتكبوا ومعظم الجرائم اللي بترتكب عبر الدول هي عصابات مافيا. ما يقدرش ان هو يمولها ولا هو يمارسها الا المافيا. هنا بيجي دور باحثين علم الاجرام اللي هو زي احنا اه ان احنا بنقدر ان احنا نعطي افكار وبيبقى عندنا اه دراسة اه للقرق من الهيسري اللي موجود ومن الابحاث اللي موجودة اللي تمت على العصابات الاجرامية دي وبنقدر ان احنا نتوقع اه العصابات دي وفي افعالها طبعا بيبقى عندهم جديد طوالوقتي بس معظم الاشياء بتبقى معتادة او معظم الجرائم اللي هما بيرتكبوها بتبقى معتادة وبنقدر ان احنا نحل معظم الجرائم اللي هما بيرتكبوها. طيب حاجة تانية. اه جهاز زي جهاز اه مسلا اه دا الاجهزة المهمة جدا. اجهزة بتقدر ان هي تمنع جرائم كتيرة جدا. اه اللي هي بترتكب اه من قبل عصابات الاجرامية منظمة. لو مش عادة طبعا ازا كان حضرتكم عندكم معين في عصابة مشهورة جدا في امريكا اللي هي الام ثريتين. الام ثريتين دي يعني عصابة مشهورة جدا يعني اه فيها عاملة مشاكل كبيرة جدا في الولايات المتحدة العميحية. وليها كتير عدد مش قليل من المنضمين لها. ولكن الميزة في النظام اه العدارة الجنائية او نظام الاف بي اي في الولايات المتحدة الامريكية انه هو بيعالج المشكلة اه قبل ما انهيها. يعني قبل ما انهي المشكلة هو بيعالجها. فبالتالي يعني حاليا لو احنا بنتكلم عن العصابات الاجرامات الاجرام المنظمة. لا هم دورهم خف كتير اوى عن زمان بسبب الاسلوب المنتبع من قبل اجهزة الامن الموجودة في الولايات المتحدة الامريكية. وآآ غيره. ولكن بعض الدول بيبقى صعب عليهم ان هما يواجه المافيا بسبب قوتها. بسبب قوتها. بسبب قوة اجهزة المافيا في آآ هذه الدول. طبعا العصابات المافيا منتشرة بشكل واسع في ايطاليا امريكا روسيا تركيا. آآ في عصابات المثلثة الصينية اليابانية الكارتة الكولومبية. وغيرها من العصابات اللي موجودة اللي بتختلف من حيث التنظيم. بتختلف من حيث الحجم. بتختلف من حيث الانشطة الاجنومية. بتختلف من حيث اصلا الاساليب والقوانين اللي بتتبعها في ارتكاب الجريمة. طيب. بعض من العصابات دي بتنتشر في آآ الايجار بالسلاح والمواد المخدرة. الدعارة. العضاء البشرية. تستخدم اساليب معينة في هزي الامور. زي استخدام الاساليب النصب والاحتيال والسرقة. الابتزاز والاكل وفرض الاتوات وغيره من هذه الامور. طيب. تعالي نتكلم عن الخصائص الجريمة المنظمة. طيب. الجريمة المنظمة كانت ترتكب بفعل واحد. وكانت ترتكب بكذا فعل. ولكن هو في حد ذاته فعل واحد. طيب. نتكلم بشكل مبسط شوية. طيب. آآ كانت ترتكب بفعل واحد ان مسلا آآ ييجي شخص آآ تابع لي عصابة اجرامية معينة عارف وجمع معلومات عن ان شخص آآ تابع للشركة محاسم مسلا مع شنطة فيها مسلا مليون دولار. ويعدي من الشارع الفلاني في الوقت الفلاني عشان يسلمها للبنك او لما كانتك. آآ بتتوجه وهو مسلا سائق عربية بتتوجه العصابة. بيفردوا خطة. بيبتدوا ان هو يسيطروا على العربية وبيسيطروا على السائق. وبيبتدوا ان هما يفعلهم يعني عشان خاطر ان هما ياخدوا الفلوس اللي هو المليون دولار. ده فعل. طيب. احنا دلوقتي يعني نتكلم في حاجة تانية. احنا عندنا نفس الشارع ده في محلات والمحلات دي محتاجين حماية لان في آآ اجرام كتير موجود في هذين منطقة والاجرام ده في الغالب العام بمرتكب من المافيا نفسها فبالتالي عشان خاطر ان انا حميك في الشارع ده لازم لازم تدفع لي آآ مسلا مبلغ معين من الاموال على مستوى على كل شهر مسلا لهو هيجمع له في اخر الشهر من الشارع نفسه ده مليون دولار. وهو بيروح لكل محل يبتزدهم وبيفرد عليهم اتاوة. تمام. آآ فهو الفعل الاجرام ممكن يرتكب بشكل يعني بيبقى عنشق واحد آآ تبقى الجريمة آآ فعل واحد او افعال متعددة في حد ذاتها او كل فيها جريمة. طيب آآ في بعض السمات اللي موجودة للجريمة المنظمة. اول حاجة العصابات الجريمة المنظمة مستمرة ومنتظمة في افعالها الاجرامية بمعنى صح. آآ يعني زي ما بقول العصابات الاجرامية اللي احنا بتقول عليهم المافيا. دول مش عصابات زي الهواه اللي هما آآ بيروحوا ويرتكبوا فعل مسلا لما يعوزوا ان هما عايزين فلوس مسلا فيروحوا ويطلعوا ويسرقوا حاجة ومسلا كل مما يسرقوا مسلا كل ما يعوز يروح يسرقوا ويرجعوا لا. طيب. عصابات الاجرام المنظم هما ليهم اداء منتظم ومستمر عندهم عندهم آآ زي دوام يومي آآ بيبقى عندهم مسلا آآ نحنا في اتواد بتتفرد هنا في اتواد بتتفرد هنا وفي اتواد بتتفرد هنا ولازم نروح نجيبهم طيب عندنا مسلا آآ في سرقة معينة بيعملوها كل مدة في مكان معين بشكل معين بالوقت معين في هذه العصابات مستمرة فادها الاجرامي سواء كانوا فيه حاجة للفلوس او مفيش حاجة للفلوس وبشكل منظم. عصابات الاجرام المنظم او المافيا كل شخص كل عضو في العصابة زي ما هقولها كده كل رتبة هما عندهم رتب رتب معينة. فكل رتب كل رتبة ليها مهمة معينة في في الجريمة المرتكبة وليها مهمة معينة داخل آآ العصابة الاجرامية. طيب جميع العصابة الاجرامية ليهم قواعد آآ ماشيين عليه. قواعد ودي احدى الحاجات اللي موجودة في المافيا. ان القواعد اللي بتتحط بتثري من رئيس العصابة تمام. وطبعا رئيس العصابة ده لما بيموت في يعني اليكوزة اليابنية مسلا ما ملحش آآ رئيس واحد. لا هو مسلا في رئيس عصابة والجاة في رئيس تاني والجاة في رئيس تالي. كلهم بيمشوا على القواعد زي ما هي. من رئيس العصابة الاصغر رتبة دخلت او انضمت للعصابة الاجرامية. بتتطبق القواعد دي بتتطبق بشكل صارم جدا. بشكل صارم جدا. كان في احدى الحوادث اللي تمت آآ وتكلموا عنها في في فيلم. لكن مش متذكر الفين يعني. ان احدى عضائي العصابة آآ اه اتكف فعل غير اخلاقي مع آآ زوجة احدى عضائي العصابة آآ فتم قتله. على طول مفيش تفهم مفيش آآ ما مرحوش لا شكوا بقى ولا في معندهم شبان نظام اللي هو بتاع قوانين بتعال الدولة والكلام ده. لا لا في عندهم قوانين خاصة بهم وهم بيتبقوا القوانين ده القوانين دي بشكل صار جدا. ما عندهمش تفاهم فيها. ما فيهاش يعني هي قولا واحدا. آآ بيرتكبوا جميع انواع السرقة آآ بجميع جرائم الجرائم الكبيرة زي السرقة النزبة النظف احتيال الجاري اسلحة على المواد مشعة عضا بشرية مخدرات دعارة وغيرهم من هذه الأمور. بيستخدموا اساليب زي الترهيب وتعزيب الابتزاز آآ وطبعا احنا اتطورنا في في الاوانة الاخيرة طبعا جدا احنا كبشر اتطورنا بشكل كبير جدا في الاوانة الاخيرة في قطاع الاتصالات. الانترنت وقطاع الانتصالات والنقل والمعلومات. وبالتالي هما برضك عرفوا يتطوروا. وعلى فكرة المافيا هي زي الفيروس اللي في الجسم بيتطور مع تطور الجسم. وبيقدروا يتكيفوا مع كل وضع اي مكان. آآ فبالتالي هما بيتطوروا وبيقدروا ان هما يتكيفوا مع الاوضوع. يعني لو الدولة تطورت هما بيقدروا ان هما يتطوروا. لو الدولة تخلفت هما بيقدروا ان هما برضك يتكيفوا مع كل وضع اي مكان. بيستغلوا نقاط الضعف. بيستغلوا نقاط الضعف اللي موجودة في نظام التشريعي والاداري وقضائي في الدولة. يعني لو عندك ثغرة في القانون بتسمح للشخص ان هو يرتكب احدى عمليات النصب. لان انت عندك تشريعات قديمة مش متماشية مع التطور في القطاع الاتصالات. تم ارتكاب جريمة اون لاين على الانترنت. جريمة نصب او احتيال على احدى الاشخاص. جريمة ابتزاز. واحدى الحاجات اللي كان فيه في المجتمعات. مجتمعات كتيرة حتى هذه اللحظة. مفيش قوانين بتنظم هذه الامر ومفيش رقابة عليه. فبالتالي بتنتشر هذه الجرامة على الانترنت. بزا جرامة الابتزاز. بزا جرامة الابتزاز والنصب بالاحتيال. يبتدي احصالية. يبتدي ان هو يرتكب هذه الجريمة لانه عارف ان ما فيش قانون في هذه الدولة في هذا التوقيت هيقدر ان هو يتهمه باي شيء. واذا القانون اتهمه هيقدر ان هو يثبت ان هو ما فيش اه حاجة عليه ويقدر ان هو يطلع منها. يطلع ان هو يطلع براءة وان هو ما ما يتعرضش لاي عقوبة قانونية. الناس دي اسكية جدا. الناس دي بتتكيف مع الوضع الاجتماعي وليهم دراسات ويدرسوا كل شيء. طيب ايه اهم اثار نجامة عن نشاطات الاجرام والمناصمة? طيب الاسفار السياسية. آآ جامعات الجريمة المنظمة بتقود او بتقدر ان هي قيد الدولة. آآ في الانظمة السياسية بتقدر ان هي آآ يعني ممكن يعملوا نوع من انواع آآ لو هما مسلا عايزين آآ يماشي مسلا نظام سياسي معين او شخص معين بيقدر انه هما يرتكبوا افعال تؤدي الى غضب العامة من النظام السياسي لعدم توفير حماية لازم عليهم. ده بيقدر طبعا لو انت مش قادر انك توفر حماية فبالتالي بيبتدي ان يبقى فيه مشاكل. بيقدر ده الاضطرابات في الدولة. وبيضعف آآ الدولة والمجتمع. طيب. وبيقدر ان هما يغشوا في الانتخابات. وبيبقى لهم دور ان هما اشخاص ان هما يخشوا على حساب اشخاص. هزي هي المافيا وافعالهم لان فيها اشخاص معينة. بيبقى هما تبعهم هما زي جسد المافيا زي ايطاليا وغيرهم من هذه الامور آآ بيقدروا ان هما يدخلوا ناس تبعهم عشان خاطر ان الناس دي تبتدي ان هما آآ يمشلهم امرهم بدون اي مشاكل ولو وعف اي مشاكل يقدروا ان هما يطلعوهم ازي هي المافيا. ده دي الاثاري السياسية. الاثاري الاجتماعية. طبعا احنا الاثاري الاجتماعية تتير جدا. طبعا آآ نسبة الادمان بتزيد. نسبة العنف بتزيد. نسبة البغاء اللي هو الدعارة والقمار. تجارة السلاح. آآ التحرش. العنف الاسري. آآ العنف بشكل عام. بالسرقة. كل ده بيزيد في المجتمع وبيؤدي الى تفكك الكيان الاجتماعي. او كيان المجتمع. آآ الاثار الاقتصادية. طبعا الاثار الاقتصادية يعني حدث ولا حرج يعني. آآ الاقتصاد هما يعني تخيل ان انت مسلا. آآ بيبع عندك نظام معين موجود زي نظام الدرائب مسلا. لكل حاجة محطوطة في الدولة. لها رخصة تجارية. وفيه بيبع عندك عارف الدخل اللي موجود كام. طيب انا صرفت كام ودخل كام. والدرائب آآ من الشخص ده دفع كام. وفيه ايجار وفيه عدد موظفين وفيه تأمينات. لكن تخيلت فاجأ ان آآ في مجموعة انت مش عارف عددهم كام. ومش عارف تجارتهم ايه. ومش عارف آآ آآ هما آآ فين مكانهم ايه. ما فيش حاجة. ما عندكش اي دلال. ولكن بتلاقي مسلا ارقام رهيبة جدا بمليارات دولارات آآ كل سنة موجودة وليس لها اي مصدر. ما فيش اي ريسورس لها. فبالتالي ده بيأصل على الاقتصاد بشكل سيء جدا. لان انت اصلا مش قادر حتى انت لو انت بتفكر انك تمنع عنهم التمويل المادي. آآ انت مش عارف اصلا انت مش عارف اصلا انك تتحكم في تمولاتهم المادية لانه هما الناس دي يعني خاف يعني انت مش عارف الفلوس دي مصدرها ايه ولا جاي منين ولا انت عارف تتحكم في الاموال دي ولا انت عارف مقدرها ولا انت عارف هي بتيجي منين ولا بتروح فين تحرك ازاي. واحنا بنتكلم عن نقطة غسيل الاموال يعني هما شاطرين جدا في موضوع غسيل الاموال. انا هو مسلا اي اموال غير شرعية حصلها عن طريق مسلا جريمة ابتزاز مسلا حصل منها مليون دولار عصابة اجرامية ياخد المليون دولار دول يحطهم في آآ ما يروحش يحطهم في البنك. يروح يشتري بيهم مسلا كم عقار ويأجر العقارات دي. يروح يشتري بيهم مسلا مبنى ويأجر المبنى ده. ويبتدي يحصل فلوسه من المبنى. يروح يأجر بيهم محلات ويفتح محلات يتملكها. والمحلات دي يبتدي ان هو يأجر. هو بالتالي معظم العصابات الاجرامية بتتعامل كاش. معظم العصابات الاجرامية بتتعامل بالورقة النقدية. ما بيتعاملوش. قولي الاول اللي بيتعاملوا بالكريديت كورد والديبيت كورد وحسابات البنوك هما ما بيلجوش للبنوك لان البنوك عليها رقابة. فبالتالي في يعني هيبقى في على الاقل واحد او اتنين في المية ان هو هيبقى انت هيبقى في مشكلة ان في فلوس دخلت وطلعت وانت مش عارف الفلوس دي. طبعا هما بيعملوها وفي طرق لهم هنتكلم عنها بعد كده. ولكن معظم العصابات الاجرامية بيتعاملوا بالكاش. دي اللي هو النقط. ما بيتعاملوش بالبنوك. ما بيحطوش فلوسهم في البنوك. بيبتدوا يحطوا فلوسهم عقارات. بيحطوا ودي اغلب العام يعني. بشكل كبير جدا بيحطوا فلوسهم عقارات. بيحطوها في العقارات. عشان العقارات هي وسيلة مضمونة بالنسبة لهم. بيقتروا منهم انهم يحققوا بيها ربح. الربح ده لي مصدر شرعي رغم انه هو اصلا مصدر العقار ده شكل غير شرعي. فبالتالي انت ما تقدرش ان انت تقولي ان ده مش شرعي. انه هو اخد فلوس راح جابها. حطها في اشترى فيها عمارة وابتدى ان هو اه يسرف منها على اه ياخد ما يحقق منها ربح. اه دي باختصار اه واسبس انت طولت شوية احنا يعني احنا يعتبر ما تكلمناش اوي في المافيا. يعني احنا يا ضوبك بنتدي دي مقدمة بنتعرف بشكل عام. والتعريفات العامة دي ملهاش علاقة بالواقع. التعريفات دي اللي هو انت بتفهم انت بتتعامل مع المادة العلمية. يعني المادة العلمية انت بس بتفهم. هو ده ايه? لكن احنا بقى هنتكلم بعد كده عن المافيا نفسها. نشاطاتهم. ازاي ان هما بيقدروا ان هما اه ياخدوا الفلوس. اه الفلوس اللي بياخدوها دي بياخدوها ازاي? بيوزعوها ازاي? بيحققوا منها ربح ازاي? اللي هو غسيل الاموال. اه المواجهات. السليب المواجهة اللي بيتعمى عشان خاطر ان هما من الدول عشان يكفروا الكلام ده. ايه الدول اللي نكحة في هذا الامر جدا? هنتكلم برضك عن الجرامي اللي علاقة بالقتل والخطف. اه اللي بيتكيبها بشكله منظم العصابات الاجرامية هنتكلم عن التسلسل الهار mie عن القواعد اللي علاقة به الAMAFya. وهعمل لكم حلقات معينة عن كل مافيا. يعني هنتكلم عن المافيا الاطلايا. اللي هو يا فسيقلايا مسلا ما فسيقلايا. هتكلم عن الياكوزا اليابانية. هنتكلم عن Exception عن كل هزاي العصابات. هنتكلم عن العصابات اللي موجودة في المكسيك. آآ هكلمكم عن كل هذه العصابات ليه في العصابات اللي موجودة? اساليبهم? آآ تراءهم? آآ حياتهم ماشية ازاي? اساليب المواجهة? آآ ويا رب آآ اقدر بالآ 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 انا بعمله ده ان انا اكون آآ بفيد اي شخص او اي جهة بقدر امكان آآ باي علم يعني اي علم انا آآ معايا زي ما انتوا عارفين ان انا يعني حاليا ما اقدرش ان انا بديا ان انا درس في اي جامعة وكده يعني الحمد الله على كل شيء آآ مش اقدر حتى ان انا حضر الدكتوراه يعني بس الحمد لله والفاضل لا ما فيش مشكلة يعني الواحد بيعمل عليه وربنا يسأل حال آآ ولكن هقدر ان انا انشر العلم عن طريق اي منصة اقدر ان انا آآ اكون متواجد عليها لان الواحد مش ده من عمر طبعا ولو عندي علم اه العلم ده انا بخلتي بيعمل ناس اظن ان ده شيء وحش جدا يعني هتحاسب عليه فاي علم انا هقدر ان انا اوصله هوصله بحيث ان انا انفع اي جهة آآ بتحاول ان هي تكافح على عصابات اللي جرام من النظم آآ او الجريمة انا عندي بعض الاقتراخات طبعا بعض الابحاث آآ لي خفض نسبة الجريمة في الولايات المتحدة الامريكية اللي هي علاقة بالزاد بالاسلحة اللي جرام اللي هي علاقة بالاسلحة وبردك آآ الجرام اللي هي علاقة بالطعن والا وعدم الامان اللي موجود في اليونيتي كيندبا والمملكة المتحدة عندي ابحاث لعلاقة بالنوضوع ده هابه اتكلم عنها آآ وشوفكم على خير في فيديو جديد بذن الله تعالى شكرا مع السلامة